هل في حد من البنات عايز يسأل اتفضلي فضلتك دلوقتي انتشرت في السوشيال ميديا والدكاترة كلها بيعملوا حاجة اسمها تحديد جنوع جنين ذكر أو أنسى هل ده أصلا حلال شرعا ولا ده ايه آه حلال لأنه أنا قديما يتم هذا ولكن ليس بنسبة مئة في المئة فيقول للست كلي أنواع الطعام الفلانية يكون ذكرا وإذا أكلت أنواع الطعام العلانية يكون أنثى ويقول أنه في الأوقات الفلانية في الشهر القمري يكون ذكرا أو كذا يكون أنثى فهو ومحاولة اختيار نوع الجنين لا شيء فيه الآنية بتتم ميكروسكوبيا يعني أنه بيعزل المؤدي إلى الذكورة أو المؤدي إلى الأنوثة لكن الله غالب على أمره لو أراد الله سبحانه وتعالى للذكر أن يكون أنثى هايخلق أنثى وهنقول ساعتها ده الطب غلط غلط في التطبيق فمراض الله في النهاية شيء والاختيار البشري ممكن أفعله شيء آخر وهكذا ومع نور الدين نستمر في الهداية في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر